اهلا بيك لو انت عايز ستة حساب في البنك ايه اللي تسأل عنه فانا جايبا لكم ست نقاط تسأل عنها لو انت رايح تفتح فرع تفتح حساب في البنك انتو عارفين البنوك هنا في امريكا اه بكل بنك يقدم لك كزا نوع اكاونت سيفنج اكاونت الناس تبقاش عارفة طب اختار ده ولا اختار ده بناء على ايه فهحقول لك على ست نقاط لما تروح اي بنك تسأل ايه النقاط دي وبالتالي تقدر تحدد انه نوع من الحسابات اللي انت ممكن تفتحها فقبل بقى ما ندخل على الموضوع ده يبقى ايه تسبسكرايب في القناة خلاص كنت بكلمكم على ايه الست حاجات اللي تخليك لو عايز تفتح حساب في البنك سواء كان شاكينج او سيفنج تسأل اسأل ايه الاسئلة اللي لازم يجيري منها ردود كويسة وبناء عليه اقدر افتح حساب بتاعي في البنك اول حاجة الانشورنس كل بنك المفروض انه هو بيكون باكت فيه هنا هيئة ده في امريكا اسمها الفيدرال ديبوزت انشورنس كوربوريشن فيه هيئة هي اللي بتضمن الفلوس بتاعتك في امريكا وكمان او الناشنال كريدت يونين ادمينستراشن دول جهات بتضمن الفلوس بتاعتك في البنك فالجهات دي لو حصل البنك افلس لاي سبب افل حصلت له اي مشكلة الفلوس بتاعتك بيبقى لها ضمان البنك الفيدرالي او الجهات دي الجهات الفيدرالية دي هي اللي بترجع لك الفلوس بس البنوك دي بتضمن لغاية ميتين وخمسين الف دولار فقط فوق كده هي ما بتضمنش وان كان لما البنك بيكون كبير طبعا مش عايزين الاقتصاد يقع فالحكومة الامريكية بتدخل ساعتها وبترجع للناس فلوسها علشان ايه الشركات ما تخسرش والناس ما تقفلش والاشغال تقف والدنيا تتبهدل فالدولة بتضمن ده لكن على الاقل لو انت حسابك في البنك صغير هتفتح تشيكني صغير لازم تسأل هل الحساب ده انشورد بالFDIC ولا مش انشورد فدي نقطة مهمة عشان تضمن ان مهما حصل للبنك فلوسك هترجع لك الرقم اتنين بيقولك ان فيه مينمم لازم تكون حطه في البنك وإيه اللي هيحطه عليك فيز فالمينمم ده لازم تعرفه كام ففيه بنوك تقولك على اقل مثلا يبقى موجود في حسابك 5000 3000 1000 ونص لو انت ما عندكش لو انقل عن النصاب ده فبيدفعك بقى فيز ممكن تبقى فيز 15 دولار في الشهر ممكن تبقى 20 25 35 فلازم تسأل وإيه اللي هتلاقي البنك انت مش واخد بالك عمال كل شهر ياخد منك فلوس ياخد منك فيز ضغط ما تلاقي الفلوس داتك عمالت وانت ما كنتش عامل حساب للكلام ده ففيه بقى البنوك بيقولك ان انت لو حيعمل مثلا لو انت بتشتغل وبتحول حسابك للبنك عندنا على الاقل 500 دولار في الشهر الفيز اللي عليك هتتشال او فيه ناس تانية تقولك لازم يكون المينيمم بالانس بتاعك يوميا 1500 دولار لو قلق على 1400 اي يوم من الايام هنحط لك الفيز وفيه ناس تانية بقولك لأ احنا بنبص على البالانس الكبير بتاعك ما يقلش عن 5-3 دولار في الشهر فاسأل ايه هو المينيمم بالانس ريكوايرد ريكوايرمنت علشان خاطر ما يحط لكش فيز وانت وتلاقي الحفاك عمال يتاكل وانت مش واخد بالك منه رقم 3 اسأل على الحسابات الادارية اللي البنك بيحطها عليك ففيه البنك بيحط عليك ايه ان انت لو صيانة سيروس شهري لو بتستعمل الاتم بيحط لك فيز لو عملت اووردرافت سحبت اكتر من حسابك في البنك لو النصاب بتاعك non sufficient fund الحساب بتاعك قال لعن نصاب معين كل الكلام ده البنك بيحط عليك فيز فلازم تسأل الفيز كام طبعا لو انت عندك حساب يعني فيه بنك بيوفر non minimum او no fee checking account خد no fee checking account for sure او شوف الحساب اللي ليه مينمم فيه يعني فيه مثلا 5 دلار 10 دلار غير لما يكون 35 دلار غير لما يكون 40 و45 فخد بالك من المصاريف دي لانهما بيصدروا يحطوه عليك وانت مش واخد بالك ومش مدركها فاسأل على النقطة دي ثالث رابع نقطة تسأل فيها هي ATM network احنا كنا نجد تبقى عايز تتعذي بالعربية بتاعتك تسحب فيه بنوك كل فرع من البنك عندهم ATM وفيه بنوك لا هو فرع في المنطقة اللي انت سكن فيها كلها فلازم تروح الفرع البعيد عشان تقدر تسحب بال ATM بعد ساعات العمل وفي الويكند وفي الأجازات والكلام ده فوجود ال ATM network ده مهم جدا جدا ثم فيه بنوك كبيرة بيبقى عندهم ATM ماشيين جوه المال مثلا وجوه بلازاز كتيرة فدي بيسهر عليك الدنيا فاسأل على ال ATM network اسأل على ال interest و reward كمان يعني المفروض ان انت حطت حسابك فلوسك في البنك والمفروض البنك ان هو بياخد الفلوس دي وبيشغلها وبيعمل منها فلوس وبيسلفها للناس وياخد عليها interest فالمفروض هو يزلك interest طبعا للأسف معظم ال checking accounts للوقت ال interest تحت قليل جدا جدا يعني فاصل 0-4% يعني حاجة قليلة قوي ولكن فيه بنوك بتبقى أصغر شوية ممكن يدولك interest أعلى من كده وبالتالي انت حطت في البنك والفروض بتزيد مش بتقل وكمان اسأل على موضوع rewards يعني انت لو عندك حساب في البنك وبناء على الحساب تلك انت بتستعمل ال debit card ان انت بتشتري حاجات مفروضهم ما بيدولك cashback فيه ناس ممكن يرجعلك 1% cashback يعني فيه بنوك بتقولك مثلا على الاقل تصرف الشهر 3000 دولار علشان نرجعلك 1% cashback طبعا لو انت بقى بتدفع رنت وموربيج ومش عارف ايه الحاجات دي كلها فده برضو ممكن يرجعلك cashback فده rewards برضو لو انت بتعملت ال debit card للحساب بتاعك واخيرا اسأل برضو انه رقم 6 على الموبايل ااب بتاعك اللي بتنزله على التليفون بتاعك لان دلوقتي كل الحسابات عن طريق التليفون بندفع عن طريق التليفون بنعمل transfer عن طريق التليفون فلو ال application بتاعهم عن طريق التليفون كويس وفيه حاجات بتفاعدك بيبقى كويس بيبقى الدنيا سهلة انا الاحية عندي حساب في بنكين مختلفين فيه بنك ال application بتاعه تحفة هاية كل حاجة سريعة وبسرعة وحتى عن طريق الاب ممكن اطلب ان هما يكلموني بيكلموني instant وفيه واحد تاني الاب بتاعه اسوأ ما يكون والحاجات متلخبطة وما بقاش عارفة هو ده تبع ايه فبرضو اسأل انت على موضوع الموبايل ااب فدور الست نقاط يبقى هما ايه تسأل على insurance هل الفلوس بتاعتك insurance تسأل على minimum balance requirement ان انا اكون حاطة فلوس في البنك في الحساب قد ايه علشان ما يحطوش عليك fees تسأل عن مصاريف الادارية دي يعني هتتفحها ازاي وايه اللي ممكن يخليك ان انت تتجنب ان انت تتفحها اسأل على الATM network بتاعتهم اسأل على الinterest اللي هيدوه لك على البنك ال reward cashback اللي بيدوه لك لو استعملت ال debit card واسأل على الموبايل ااب علشان تقدر ان انت تستفيد بيه وان انت يعني لسا عمل بقى zel و venmo والحاجات السهلة دي الدنيا كلها تبقى ايه سهلة فيه بنوك بتسابورت zel و venmo و paypal وفيه بنوك doesn't support الكلام ده وبالتالي اه بتبقى مشكلة عندك فدي السبع نقاط اتمنى ان الفيديو ده يكون فاتكم بمعلومات ولو كان يبقى شاير الفيديو واشترك في القناة وشكرا لكم شكرا لطبعتكم وكان معاكم رانيا سلطان ودي حكايات من الولايات وشكرا لطبع